كما في بقية الجبهات مقاومة موريس تتقدم أيضاً وفي الأفق تبدو جبال دمت أقرب من أي وقت مضى خلال الساعات الماضية شنت المقاومة الشعبية في موريس هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها الميليشيا بين موريس ودمت وذكرت مصادر محلية إن المواجهات تركزت على مداخل قرية العرفاف في نجد القرين وتبت التهامي جنوبي دمت قدم رجال المقاومة إلى منطقة الأرفاف ونجد القرين طبعاً سقط الكثير من قتل الحوافش المناطق المحيطة بجبال ناصا الاستراتيجي شهدت تبادل للقصف المدفعي وسقطت بعض القذائف في منطقة حيد كنة القريبة من الموقع وذكرت المصادر إن المقاومة تمكنت من إحراق عربة عسكرية للميليشيا في حيد كنة كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا المحاصرة في الموقع منذ أيام المقاومة أكدت أنها باتت تحكم سيطرتها على تبة التهامي من جهة موريس فيما تبقى بعض الجهوب التي لا يزال من الصعب السيطرة عليها في ظل استمرار تمركز الميليشيا في جبال ناصا المطل على الموقع وذكرت مصادر في المقاومة إن سبعة شهداء سقطوا في تبة التهامي التي شهدت مواجهة عنيفة وغير مسبوقة فيما سقط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح وسط استمرار المواجهات العنيفة هناك منذ ثلاثة أشهر والمقاومة في مريس تدفع عن نفسها غزو الميليشيا ولكن يبدو أن هذه المرحلة قد شارفت على الانتهاء الآن وبدأت المرحلة التالية من مسيرة هزيمة الميليشيا وبين المرحلتين يقف هذا الجبل ناصا شكرا